موسيقى السلام عليكم الإخوان والأخوات ومتتبعين قناتي وقناتكم فؤاد تيكساس مرحبا بكم جميعا أتمنى كل شي يكون بخير وعلى خير والأهل ديالكم دائما بصحة وعافية اليوم كان يوم عيد وطني عند الأمريكيين تسمى عيد الشكر أو تانكسجيفين وهو إن شاء الله يجب عليكم صوت وفيديو يجب عليكم أن يشرح حتى هو عيد الشكر وكيف نهر لأول حتجل لهذه البلاد وليس غير أمريكا يتم الاحتفال بها في كعناة ضعف البرازيل في الكثير من الدول الأوروبية يحتفلوا بالأيد هذا وهو عنده واحدة رمزية عند هاد الناس جابوهم معهم كمهاجرين أوائل لجو الأمريكا هربا من الكنيسة ومن دكتوريان ديال الكنيسة اللي كانت كتمارسوا عليهم في أوروبا وخصوصا في إنكلترا من بعد ما هربوا من إنكلترا ومن هولندا ومن هولندا ومن هولندا ومن الساحل الشرطي الأمريكي ديال ماساشوسيتس الولايات ديال ماساشوسيتس هذه هي اللي غيري ديالنار الأول ومن بعد تعيشوا مفهمة بعضهم وذلك الشيء وحتفلوا بأول عام يعني ديال من بعد حاصات ديال العام الأول قلسوا مع بعضياتهم كانوا يشربوا ذلك الشيء ومن بعد هذا الشيء ردوا البال رغم الشيء دائما سأتلاقيها ويشربوا ذلك الشيء سيكون كل شيء جيد في الأخير قتله الهنود الحمر كان يوصل لعددهم 15 مليون على ما يوقال في ذاك الوقت ومن بعد تم القتل ديالهم حتى ولوا 289 ألف فقط مات في الحرب اللي وقعت في 1675 توفى 3000 واحد من الهنود الحمر وتوفيت فقط 601 من ذلك المهاجرين اللي كانوا جاووا ومن بعد الحروب بعد حروب بعد حروب بعد حروب بقى يتناقص العدد الهنود الحمر اللي كان قلنا يتجاوز 15 مليون يحتوي 289 ألف فقط فنجد ان شاء الله نبدأ على هذا الفيديو هذا قلت لكم كليت وشربت معاها أصدقاء عرضوا هذا الشيء يطيبوا البيبي وشي حواج معاها مهم حواج حلوة مهم داروا بتعطى حلوة كيشدوا بتعطى الخرق كيسلقوها كي يديروا معاها الزبداء كي يخلطوا معاها شي حواج كيشدوا دجاج تروا كيدخلوا الفرانت مهم كي يديروا بزاف ديال المأكولات اللي كي يديروا لديك الكثير كل هذه الخير موجود ويني تعطوني واحد طبق منه ونص منه هيا لكم تشوفوه هذا هو الطبق مهم اجبت منه حساب منه وصعفي الحساب انا قلت لهم بلاش فيه دجاج بلاش فيها ذاك الخبز ديال الدور شدوا كي يصوروه مهمة شي اللي كان الاخوان مهم ناس اللي عمرها دار مهم كنا وشربنا وضحكنا وذك شي كانوا العائلة مخلطين وذك شي ما قدتش نصور لكم ونوريكم ما كانت الدنيا مخلطة فقالي صاحب الدنيا هانية مش مشكلة تصوروا لكن جا تعيب الناس قالسين وذك شي بدا تصور فيهم كلا كي ما كي تحبل القادية مهمة اخوان بلما نطول عليكم بزاف ما تنساوش كطروا من اللايك فرقوا لي ذاك اللايك مزيان وشتركوا في القناة وشتركوا الفيديو على وصل نطاقوا باش كل شي وصل لي المعلومة وش حلب واحد مكاعرش ما هو التنكسجيفين احنا اذرنا لكم واحد الفيديو بسيط كي لخص واحد من نبدأ تاريخي على هذا التنكسجيفين اشنا هو المهم نخليكم مع الفيديو وغادي تشوفوه الى اللقاء مع السلامة ونشوفكم ان شاء الله في حلقة اخرى موضوع اخر وخليوا لي التعاليق ديالكم ولو غيتوني نديلكم شي حاجة خليوا لي في صندوق التعاليق ومحبابكم عندي الى الانستغرام ديالي وعلى الفيسبوك دائما نحط الجديد تمق المهم نخليكم على خير نصبحوا على خير الى اللقاء عيد الشكر واحد من الاعياد الوطنية الامريكية ويحتفل به في الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل سنة ويعود الاحتفال به الى اوائل القرن السابع عشر عندما بدأت هجرة الاوروبيين الى القارة الامريكية هربا من انطهاد الكنيسة الانجليزية لهم وتقول بعض المراجع التاريخية ان عددا كبيرا من المهاجرين البريطانيين هربوا اولا الى هولندا ومن هناك الى الساحل الشرق الامريكي مستعملين قاربا خشبيا اسمه مايفلاور وكانت رحلة طاولة وشاقة مات فيها الكثير منهم بسبب التعب والجوع والمرض ووصلت الرحلة في النهاية الى الشاطئ الشرقي الولايات ماساشوسيتس وكان ذلك في شهر نوفمبر من عام 1621 غير ان الوصول امتزامنا مع دخول فصل الشتاء الذي يتميز بالبرد القارس والانطار الغزيرة الى وعلى التلوج التي اهلكت معظموا بسبب جهلهم لطرق الصيد والزراع وقد تم انقاذهم على اياد اثنين من الهنود الحمر هما ساموسايت وسكوانتو الذين شرعا في تعليم المهاجرين الجدد كيف يتصير الطيور والحيوانات والاسماك وزراعة الذرة وبعد فترة قرار المهاجرون الذين تحولوا الى مواطنين امريكيين عندما استوطنوا العالم الجديد الاحتفال بالنعمة التي منى بها الله عليهم في بلادهم الجديدة ووجهوا الدعوة الى الهنديين والقبائل التي انتميان اليها للاحتفال بما سموه حينذاك عيد الشكر وتناولوا فيه الديكارومي في مأذوبة السراقة الليلة كله وهذا ما جعل الديكارومي هو ابرز مظاهر الاحتفال في عيد الشكر حتى الان وهكذا تحول عيد الشكر الى مناسبة سنوية للاحتفال بالنعم التي يتمتع بها الامريكيون يعتبر هذا العيد عطلة رسمية في امريكا ويشترك فيها الاحتفال به سائر الامريكيين بمختلف طوائف معرقهم لانه عيد وطني وليس ديني يحتفل به داخل البيوت وليس في الكنائس ويجتمع خلالها افراد العائلة على مائدة مليئة بملد ذا وطعب من الاطباق وهناك تقليد طريف وينتبع البيت الابيض منذ سنة 1989 يتمثل في قيام الرئيس الامريكي الافواع عن ديك رومي رئاسي ليلة عيد الشكر ويأتقه من الذبح امام حجد كبير من الصحفيين والمصورين لا تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة باش دائما نقدمو لكم الجديد وشكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة يمكنك الامريكي ترجمة نانسي قنقر انتعاده اشتركوا في القناة